لان الشركة ما بتجبرش ولا بتجسب بالفلوس ولا بالمصانع ولا بالمحلات ولا بالمواق بالبني قدمين جيب كل ده جميل وحط بني قدمين تعبنين الشركة تعبنين فتل اموريتل نقوبة تيجي تقول لي انا عندي مشكلة دوران عمالة على فكرة كلنا بقولكو دي ايه لما تقول لي دوران عمالة انا مش هقولك ان دي مشكلة ده لسه محتاجين تحليل تاني او يعني ايه من ضق مهارات الادارية اهم مهارة فيهم مهارة تحليلية يعني اديك مثال مش احنا قلنا الادارة الايه الانتاج بتاع التكلفة اه خلاص طب كويس احنا حللنا كده وبصينا يعني ده مستوى متقدم برضه ان احنا عندنا حساباته وارقابه جي واحدة حسابنا للتكاليف لقنا تكلفتنا عالية احنا خلاص تكلفتنا عالية وده بيحصل في اولا تفهم ليه في حاجة اسمها فيش بون خواجة كده معلش طبعا انا بتكلم في خريطة كبيرة جدا انا بحاول لخصنوك البزنس كله لان الناس انا ايه انا مهتم ان انت تعرف تصورة كبيرة وبعد كده نيجي احنا بقى نقوم مسكين الاقتصاد ونمسك منه البطالة اه خلاص كويس ده احنا فين في الماكرو انفارون بس ده اللي هو فين اللي هو البيئة الخارجية اللي هو الشركة ما إعلقتها بيه ان هي فيه عندنا مباشرة وفيه فبيتجلنا مشاكل لما تجلنا مشاكل من الاقتصاد حاجة وتجلنا مشاكل من العمل حاجة وتجلنا مشاكل من جوة الشركة حاجة احنا كل دا لسه جوة الشركة ويمكن يعني ايه نكتفي النهار دا يعني أنا بس كل دا بقولكو عنوين دي تقولي التكلفة عالية فيه فرق ما بين الأمراض والأعراض بصوا بقى نفس في عيادة الشركات بقى حضرتك الدكتور اللي عايز يعالج ما يجيش واحد يقول له حضرتك انا سخن ويقول له ده بسيطة قوي فضل يا سيدي قد علاج السخنية ده طبعا ده يبقى مش دكتور وللأسف فيه ناس بتمارس الطب كده برضه ما هي تكفتة موجودة في كل حاجة يعني فليه لان فيه جملة شهيرة جدا في الطب وهي في البيزنس العلاج هو علاج السبب طيب تجريفة مرتفعة عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعالج الموضب العلاج ايه؟ فين بقى ناس كتير جدا يبعتوا لي بقى الأسئلة اللي هي من النوع عشان تبسوا مقدارين موقفة يعني وانا بحاول لقلهم يا جماعة السؤال غلط يعني ما تسئلش كده عايزين نعرف نعمل ايه عشان نزود مبيعتنا طب انت حرك عملت ايه عشان تعرف مبيعتك ولا ايه لا ايه؟ ما هو العلاج علاج السبب طب نعمل ايه علشان نقلل تكلفتنا طب انت حركتك لفتك عالية ليه؟ في بقى خواجة اللي هو الياباني اللي اسمه شيكاو ده قالك في حاجة اسمها فيش بون اناليسس طب تحاليل عدم السمكة هو اسمه كده عدم السمكة في ناس بيسموه شيكاو ايه عدم السمكة؟ انت عارف السمكة كده بعد ما تكرها كده يعني من هناك والشفة بتسيب هيكل عدمي كده معمول كأنه ايه؟ خط كده اللي هو العمود الفقري بتاعها والعدم بتاعها واخد اتجاه كده زي الأسهم مراس السمكة. فهو لقاسهم دي كأنها هي الحاجات اللي هو تحديد جزور الاسباب. هي الجزور اللي قدت للتفاع التكلفة. كل عظمة عملت حاجة. هو قال لك فيه خمس عظمات نفكر فيهم في البزنس كل عظمة بتبدأ بحرف الام. عشان ما تيجي تفكر في مشكلة عندك قمحطة العظمات قدامك دي فيش بون. او اكتب الخمس كلمات لحرف الام اللي هقولهم لك دول. اي حاجة جزورها بترجع للخمسة ام دول. او واحدة منهم او في ساعات الخمسة كلهم. اول ام الماني. الفلوس. تاني ام المان باور الماني قدمي. تالت ام المانجمنت الادارة. رابع ام الماتيريال اللي هي المواد او الخمات. خامس ام الماشينز اللي هي الهاردوير بقى الاجهزة المكان. كل واحدة من دول جواها كمان عضو الصغير بقى ده. يعني بس تعالى نمسك الناس. او الناس دول مش ممكن نفعل تكلفة. اه. ليه? اه الاعمالة قليلة. الاعمالة غير مدربة. بيجي وهو بينتج باهمال. اه بيعمل ويست. ويعمل كواليتي قليلة. فانيجي احنا في الكواليتي كنترول الزبون ما يستلمش او احنا عندنا كواليتي كنترول جوة. لو مش عندك الزبون يستلم يقول لك لا. اه ارمي دي في الزبالة واعمل غيرها. تم تكلفتك الضعف. حبيبي. ها. جاية من ايه? من المنباور. الام بتاعت المنباور. الام بتاعت الماني. ما عندكش فلوس كتير فبتجيب كميات قليلة فبتده لك غالي. الموردين. ده حاجة واحدة يعني في الام. انا هديك بس مثال من كل ام. المانيجمنت مش عامل نظام لإدارة الانتاج. فحصل ايه? مسلا نورش. حتطلي ما كان هنا وما كان هنا وبعيد واحدة في الدور التاني واحدة والناس قاعدة طالعة نازلة وقاعدين يخبطوا في بعض. وفيه قاعدة في ادارة الانتاج بتقول لك ايه? موفينج از نوت ووركين. كون انك تبقى بتتحرك في معنى انك تبقى شغال. ده بالعكس. في ساعات انت بتتحرك بتعطل اللي شغال. ما فيه فرق. يقول لك ما انا شغال اهو انتا شايفنا انا قاعد ساكت او انت بتعمل ايه? لبتشتغل بتنتج? ما بتنتجش? لا. انا شغال. انا يعني. اقطع نفسي. موفينج از نوت ووركينج. طيب. هيبقى ايه? المانش. ايه نظام. وطيبقى بقت حاجة اسمها ايه? حتى في الجوب شوب في قدرت الانتاج دي. يقول لك اه المكنا دي تتحط بعدها دي وبعدها دي. وفيه بقى رس مكنا اه انه هو خط مستقيم وفيه حرف ال وفيه حرف يو. والحرف يو ده عشان فيه عمال في النص بياخد من هنا هيحط هنا عشان نقل الحركة ونمسك ونقدر نشوف كل الخطوات اللي بتاخد وقت والوقت ده على فكرة مؤثر لان الوقت ده ورت تبات وكهرباء وكل حاجة. واجرات. اه? اه? ايه? فالمانيونت. ومعدين الماتيريال. انت بقى بتسترخص انت جاي بمادة خام تعبانة. بوزط لك الجودة. اترفض. رفعت لك التكلفة. في ساعة ايه يقول لك ايه? وفر. لا. احيانا الشركات الصغيرة. ما عندهاش ايه? القدرة انها توفر. يقول لك احنا ايه? ما عندهاش فلوس كتير ايه? عشان نشتري حاجات رخيصة. لان الحاجات الرخيصة بتدمر لنا. اه 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 ترفع لها التكلفة ونخسر. يعني الماتيريال. والماشينز. جايب لي بقى ماجر مصري واللصيني كل شوية تعتل. وينجيب المهندس وقعدين شغاليه. اه فتكلفتنا بديد. وانت طبعا اي اللي في الانتاج عارفين ان المكان لو وقف دي مشكلة. على طول المكان لو وقف يبقى للتكلفة زاد. احنا في المرحلة دي عايزين نعرف بس ان في المشاكل. وعايزين. مش عايزين عاد. بل العلاج ده موضوع تاني. يعني احنا حتى واحنا برضو ايه? في البيزنس. انك تعمل بيزنس انالسيز عشان تعرف المشاكل يديه لوحدها شغلانة. يعني دي وبعدين تيجي بقى تدور لها حتى في الكنسلتيشن. مراحلة الكنسلتيشن. ربنا بروح لشركة. مرحلة تشخيص تحليل الوضع الراهن وايه? وتحديد المشاكل. دي لوحدها كده. دي لوحدها الكنسلتيشن وليها فيز وقل لك انت عندك مشكلة كذا وكذا عامل ايه? اه تعال بقى. المرحلة بعدها. نحن نصمم بقى ونحط خطط فقطها. وبعدين المرحلة اللي بعدها انك تطبق اللي انت هتعمله دي زين ما هي الادارة. برضو في تعريف اخر ديها. ومحترم جدا لانه كلمتين. الادارة هي التعامل مع تعقيد. مفيش حاجة اسمها اعمل ايه عشان ازود المبيعات فكأن الادارة دي ايه? اه في زرار كده بنفتح في شنطة الادارة كده قدامنا في اه زرار. ده زرار ايه البيع. دوس اه بس يا جماعة ايه رأيكم في البيع كده? زي الفل. تمام? يلق اللي بعد. دوس لنا على الزرار التكلفة كده يسطرك ربنا. اه حاضر حاضر. لحزة بس لحزة. تكلفة ايه الاخبار? اه حاضر بطنا التكلفة. مفيش. ده انت علشان تقلل التكلفة دي ممكن تلايك وتعمل عشرين حاجة. علشان تزود البيع انا مرة عدت بجهز الفيديو يعني. وبعدين في اخذ زيت. عشان الناس اللي بيسألوني نرفع المبيعات ازاي? ابعت لهم الفيديو ده. وان شاء الله يعني مقدر ان انا اعمله. لان انا جيت اعمل تحليلات للاسباب اللي اتخفض المبيعات. اه السمطوم كده ايه? حاجات ليها علاقة بقسم البيع والبيعين وحاجات بره البيع. اه وصلت لتلاتين سبب بره البيع بيقلل البيع. يعني مالوش علاقة بالبيع خالص. مالوش علاقة بالبيعين بيقلل البيع. نواقص في المخزون رواكت في المخزون مفيش سيولة معرفش ايه الموردين بيتأخروا عليه. اه ان يجيب ان احنا الادارة بتاعت الشركة بياخدوا البيعين يشغلوهم سيانة ياخدوهم يردوا على التليفون. طب روح ودي الولاد المدرسة طب. والبيعين كل ده اصلا بيولامه. يعني لما انا اقول لك ان مثلا اه في حوالي سبعين ثمانين سبب يقللوا البيع. ما تستغربش انا ماش بيت فلسف ومش معقد لك الموضوع. انت قعد كده افكر ايه اللي ممكن يزود مبيعات الشركة وايه اللي يقللها يا حاجات كتير. يبقى انت حالك لما تيجي تقول والله انا ايه لو سمحت. يا دكتور قل لي كده زود المبيعات ازاي. ما انا ببقى عاجز قدام الاسئلة دي يعني في ساعت ايه اسئلة انها بسيطة وصغيرة كده بقى في قدامها عاجز شديد العجز. فما تبقوش تزعله مني. حتى انا في اسئلة بفوتها. يعني ايه انه هو السؤال ده عشان نجاوبه. اه اولا ما هنقعد مش حاجة كتير وممكن ابقى انا يرزقيني كده انفعلت بسمافالش علي. ان انا متضايق من السؤال اصلا. في يعني. فالمهم اه نرجع تاني. الفيش بوم. الفايب ام. لما تلاقي مشكلة قوم حاطة فايب ام دول قدامك. مش لازم ما قعد من السمكة لانت عشان تعرفها يعني محتاجة ان ارسمها لك. والله والله من كتر الفيديوات مش فاكرة نعمل فيديو للفيش بون ولا لأ. بس انت لو دورت عن نت حتى وكتبت ايه فيش بون انالسيز هت. اه. لان انت لما هترسمها هتوضح لك قوي مشاكلك فين. طيب طلعناهم. خلاص ابدأ بقى عالج السبب. مبيش حاجة بس ما عندي سخنية خد العلاج. لا ايه السبب. السخنية دي بقى من فيروسات ولا بكتيريا. وبكتيريا جاية فيه. اه وبقى لها ايه. وحاجة مزمنة ولا. وحاجة فيه سخنية درجة قليلة ولا هاي جريد. ونقعد نعمل بقى تحليل وفحوصاته واشعاته بتاعه وبعدين نلاقي السبب يلا ايه يلا نعالج. مبيش حاجة غير كده. اه. هنطلع للعمر برا بقى. هنطلع برا الشركة الشوية. طبعا التسويق بقى خد التسويق ومشاكل. التسويق فيه برضو غائب كتير في شركات مع ان انت لو عايز اللي بيجيبه جوان. انت فريق من غير ما بيجيبه جوان بتيجي تقول لي ما بنكسبش ما هو ده التسويق. هو ده التسويق. التسويق هل ات عامل يونيك سيلنج بروبوزيشن? هل عامل عرض باقي متميز? هل مدي للناس اجابة واضحة? وده التسويق لو عايز تلخصه في جملة في سؤال هو اللي انا هقوله لك ده. اشتري منك ليه? ما اشتريش من غيرك. الشركات اللي معندهش اجابة على هزا السؤال تقعد تجاوب عليه لو سمحت. بيدوله ما كيش تسويق. وانا بقى اختصره لك يعني هو. واحنا بنوع وانا بزنق كل الناس اللي معاي في الكورس بيتزنقوا بعضهم. وطبعا في كزا نوع من الزنقات. ممكن ما تعرفش خالص. وممكن تيجي تقول لي اه عشان كزا اقول لك اقول لك لا. ده الكزا ده فلان وفلان وفلان احسن منك. وفلان وفلان وفلان. خلاص ما ينفعش. ما هي لازم اونيك يونيك سيلنج بروزيشن يو اس بي. اللي هو بتبني عليه بقى ايه? البوزيشنينج والصورة الزهنية. اللي هو. فيه فرق. مش لازم فرق واو رهيب بس فرق بسيط جدا. فرق بسيط بس ما فيه فرق. البراندنج. هل الناس عارفك ولا مش عارفك. وهل البراند بتاعك صح? هل اسم الشركة حاجة طويلة كده? الشركة المصرية العربية للتجارة والتنمية والاستيراد والاستثمر والتكنولوجيا. وبعد تيجي تقول لي ايه? ده الناس ما بتفتكرش الاسم. مشكلة فيه. في عشان اسمها براند اودت فيش. فيها ريكات بيقوموا عاملين كل مشاكل البراند. انتبص على اللوجو تلاقيه محدش يفهمه محدش يفتكره. الاسم محدش معرفش ايه وسلوجان ايه. وكل مرة يعمله بفونطات الاسم الشركة بشكل. احنا عايزين نعد نزلن ونسبت ونبسط الموضوع موضوع البراندنج ده. والبراندنج ده اصلا يعني فيه فيه كورس لوحده للبراند. هل محدد الشريحة بتاعتك ولا لا? ولا انت نفسك تبيع كل حاجة لكل الناس? مش هينفه. المنتج بتاعك ومصفاته ايه? التسعير هل مسعر صح ولا مسعر غلط. وبعدين الموضوع مش تسعير صح وغلط بس. ده تسعير ده علاقة اسعارك ببعض. يعني انت ممكن يكون عندك عشر منتجات. لو انت مسعر منتج غلط مش مشكلة. لكن هي المشكلة علاقة الاسعار ببعضها ممكن توقف لك بيعك. تكون انت عامل منتجات كويسة. تقول جاي حاجة مثلا مفروض ايه العلاقة بين السعرين. يبقى مثلا المفروض يعني اللي هو مية وتمانين. حاجة بمية وحاجة وتسعين. خلاص. تسعين دي عمرها ما هتتبعها. مية وستين. يبقى المية دي عمرها ما هتتبعها. يعني التسعير انا بقول للناس فيه اتناشر حاجة بتعملهم كده اتناشر خطوة. من ضمنها البرودكت ميكس برايسنج. تراعي العلاقات. طبعا فيه مشارك كتير في الاسعار. حاجة بقى مهمة جدا. نقعد نصرف لو بقى عاملين تسويق. نصرف على العمل ونجيبهم. وبعدين العميل اللي هو اقنعناه وجيه. ما نقدرش نخدمه بعد البيع كويس ونفرط فيه ونزعله ونضيق ونقول لك العملة ده هيخسرونا وبيستغلونا وبيضربونا ونضربهم بالجزمة وبتاع العملة. العملة يا جماعة. يا جماعة العملة دول هم اللي احنا فاتحين عشانهم. والعملة ما فيش هنسمعها مقارنة انا ايه طب ايه ما ابدا الموظف ولا العميل. ده انت والشركة ومكانها وموظفين كلكو جايين عشان تخدموا العميل. ما فيش مقارنة ما تجيش تقول لي ايه يعني اه دولة ده. ما ينفعش. يعني نعمل ايه? هنرجع للاتش ار كده خطوة سنة في حاجة اسمها جوب ستسفاكش. موظف غير راضي استحالها هيخلي عندك عميل راضي. خلص دي قاعدة. يبقى نعمل ايه? نرضي الموظفين عشان يرضوا العملة. فالاتنين هي. بس هي هدفنا في النهاية العميل. الشركات اه في ناس كتير يقول لك ايه? اه الموظف لو مرتب وحش هيسيبك ويمشي. اغلب الناس لما سألوهم ما قالوش كده. قال لك احنا بنسيب الشركات لان المديرين مقرفين. الناس بيسيبوا المديرين. فهو موضوع بقى المديرين والمدير والقائد والناس اللي هي بتشكب. احنا عندنا ما بنبتسمش ولا للعملة ولا للموظفين وما بنشكرش ولا العملة ولا الموظفين. ده هو العميل لما يجي يشتكي يشتكي لك لازم تشكره لانه فتح عينيك على حاجة. انت بقى عندنا ايه? انا عامل فيديو برضو بصراحة يعني انا متبره من هم الفيديوهات. جمل عشر جمل ممنوع تقولهم للعميل. دول تقريبا كل الشركات بتقول. يجي واحد اشتكي يقول له اصل حضرك الوحيد اللي اشتكيه. طب هالدراسات بتقول في امريكا من كل خمسة عشر واحد عنده مشكلة واحد بيشتكي. طيب في مصر اكتر ولا قال? اكيد قال. امريكا قيلين الاسباب يعني انا دراسات قيلة الاسباب. واحد يقول لك اصلا مفضتش واحد يقول لك اصلا دقيت ان دخلت على الموقع معلوكش اشتكي مين? واحد قال لك ايه? انا حسيت ان انا ممكن مشيك وتاخد مني وقته وتضيع فلوس اكتر ما انا اصلح معرفش ايه. عشان كده لازم تخلي العميل يشتكيه بسهولة. احنا عندنا في مصر بقى فيه ساوي كمان. العميل يقول لك اصلا مش غاوي اسمع كلمتين انا مش لازم. ده كفاء ان البيعين ان هو ايه اجي رجع كده تلاقيه مكشر ويبصلي من فوق لتحت. ليه? انا اروح اتهان بفلوسي? خلاص مش هتعامل معهم تاني. وهو ده اللي بيحسن. بيبطل يتعامل معك وبيعقبك بقى عقاب شديد لما انت توصلوا المرحلة الانتقامية دي انه بيقعد يتكلم ويتبرع ويقعد يقول للناس اوعى الناس دي اوعى الراجل ده اوعى وانت قاعد تفكر نفسك ان انت كده ايه ناجح وقاعد تقول بقى اوعى الرزقه والله وانت لا تاخد بالاسباب اللي هو ربنا قالك عليها. وانك انت تبقى حتى سامحا في البيع والشراء. دي قصة كارثة بيضيقني جدا ان الناس بتجادل فيها. ده انا لسه مش هاير اه امازون الراجل اه طلب الحاجة اتأخرت قالهم يا جماعة الحاجة ما جاتش اما مرجعينه الفلوس. قالهم يا جماعة لو سامحته ده انا الحاجة لقيتها. ده جات وانا اللي مكنش عارف. قالوا له خلاص. اه لا ده هم عملوا ايه ده معتولوا غيرها مجانا. قال لهم ده كده عندي حاجتين. وقالت ورجعتولي الفلوس. طي انا عايز اتفع. قال لهم لا ما تتفعلونه ما يتفعش. احنا بقى نيجي نقول ايه اه هيخسرونا. ده ده خسرونا. احنا لو سبناها كده بقى وداخل محمره والحاجات اللي بتبقال دي. طبعا ده كلام مش مزبوط. كلام فارخ. الشكوى هدية فعلا. الشكوى هدية. فقادي التسويق. طيب تعال كده نتلع برة. المنافسين. عملين لك مشكلة? طبعا وانت شركة صغيرة هيعملك مشكلة. طب هتعمل انت فيها ايه? تازم تحلل بقى شوف المنافسين. لازم تفهم منافسينك دول كويس جدا. تدرسهم كويس جدا وتجيب معلومات وتجيب معلومات عنهم ومن اللي قوي ومن النص نص. متميز في ايه? ده متميز في منتج ده. ده متميز في السعر. ده متميز في الناس اللي شغالين عنده. اه وتعرف بقى انواع الميزات التنفسية. طيب العمل هتيجي تقول لي بيضغطوا علي. ما هو فيه خواجة اسمه في بورتر قال لك ان القوة اللي هي موجودة في المايكرو انفيرومنت دي او هو الحاجات دي سمهم قوة. ليه? لان الزمون بيضغط عليك. عايز ياخد منك اقل سعر وما يدفعش الوقت. والمؤرد بيضغط عليك. المنافس بيضغط عليك. وفيه حاجة اسمها البدايل بتضغط عليك. البدايل. يعني مثلا اوبر دلوقتي بيتهدد شركات العربيات. هي مش شركة العربيات. بس الناس كتير اه يعني انا من ضمنهم مثلا ابني قال لك لا لا انا مجيبش عربية خالص. انا اوبر اصرف الف ولا الف ونص بالشهر. احسن بجيب عربية وصيانتها وكامل. صح? ده بديل يعني انت حد يستغنى عن منتجك بنشاط تاني خالص مختلف تماما. دي الفايف فورسز اللي هما الخمس قوة اللي هما بيتسببوا ان الشركة بقى بتقفل. انت لازم تبقى جوه عندك متزبط لان انت بتزبط نفسك عشان هتطلع برا تتميز بقى كأنها منافسة رياضية كأنها حرب. لما تيجي انت تقول لي ايه ما عنديش انتاج ما فيه تكلفة عالية ما فيش حسابات ما فيش موارد بشرية وعايز تقف في السوق. على فكرة احب اقول لكم حاجة السوق المصري سازق جدا وبقى اقل قدر من الاداء بتنجح. والناس اللي بيبعتودي دايما يقولولي نعمل ايه في الركود ونعمل ايه في الانكماشة. هو ده ما نسألة اللي بتغذني. لان كل الناس اللي شبه كده لما انا بقعد معاهم وحلل مشاكلهم بتطلع مشاكلهم داخلية. احنا بنقوم جايين عشان فيه في علم النفس حاجة اسمها اسقاط وبروشيكشن بنحب جدا نقول لا ده احنا ناس ممتازين بس للسوق واقع. يعني الوقت طبعا ايه هيصحب مننا قوي. وهنطلع بعد بعد ما نقول فيه الاقتصاد يهدد التكنولوجيا لو انت مش شغال باحدث تكنولوجيا في كل حاجة في التكنولوجيا. البيئة الخارجية الكلية دي بتأثر علينا كلنا ولازم نعرف ازاي لو فيها مخاطر وتهديدات نتجنبها. انا بس ايه حاولت ادي اوتلاين ما عرفش ازا كانت الايه وصلوكم الموضوع ان انت عندك مفيش حياة اسمها ايه اللي يخليني اعمل ايه عشان اوصل لكزا. ده انت تتحلل وهتلاقي اسباب غالبا كتير وكل واحد فيهم تقعد ايه تعالج فيه هو ده هي دي الادارة. استمرار تشوف المشكلة فين. وفي احنا اسمها بطل نيك مسلا في ادارة الانتاج. يعني اللي انا بقوله لكم ده رغم ان انا كورس دبلومت التسويق بس انا بقوله انا ايه هي اسمها تسويق وتلاتة في واحد لان فيها جزء ادارة. اه الحاجات اللي هي اللي احنا عدنا عليها عنوين كده دي. انا بعد اشرحها في مثلا اتليست ست سبع محضرات. على ما نبدأ ندخل بقى جوا خسم التسويق وبنرجع تاني وبنطلع ونرجع وهكذا. النهاردة كان كلام كله عن الامراض حاجة محبطة يمكن شوية. بس انا اعتقد العملاء عيادة الشركات اللي منهم عنده مرض وهو اكيد جاي عشان يعرف ازاي يعالجه. واللي منهم صحته كويسة فهو جاي عشان الوقاية والوقاية خير من العلاج. فيعرف المشاكل ايه عشان ما يبعاش فيها. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة